قال المبعوث للأمم المتحدة إلى سوريا أن موسكو تنظر في تمديد وقف إطلاق النار اليوم لثلاث ساعة في مدينة حلب في مدينة الرقة على بعد 160 كم إلى شرق حلب دمرت قاذفات الخنابل الروسية عدة أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية وقالت وزارة الدفاع الروسية أن هذه الضربات دمرت مخزنا للذخائر ومصنعا للأزلحة الكيميائية ومعسكرا كبيرا لتنظيم الدولة الإسلامية وفي الوقت الذي كانت تشن فيه روسيا غارات جوية على حلب كانت القوات الحكومية السورية تتقدم إلى الأمام مع هجمات برية لقطع خطوط الإمداد للتنظيم من الجهة الجنوبية الغربية هذا ودعت الأمم المتحدة إلى وصول المعونات العجلة إلى حلب وإلى هدنة لمدة 48 ساعة كل أسبوع لتسليم المساعدات محدرة من أن المدنيين في خطر بسبب نقص المياه وتفشي الأمراض هذا ويقدر أن نحو مليون وخمسمائة ألف شخص ما زالوا يعيشون في المدينة المدمرة بمن فيهم نحو 250 ألف شخص يعيشون في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها المتمردون